بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله يصابح نبدأ بالترسج جديد وهو الحدود والمقادير الجرية اول اشي بنا نحكي لكم ان احنا كنا بالسنة الماضية بصفتات كما كنا نقولها في اشي قيمة مجهولة انا ما بعرفها فكنا نعبر عنها بايش برموذ هاي الرموذ اللي هي كانت في السنة الماضية احرق اللغة العلمية السنة احرق اللغة الانجليزية السنة الماضية كان اكتر اشي مستخدمتين وصاد وعين السنة اكتر اشي حنستخدمها اكس وال بي تمام هلا متى في ايد احنا انه اي اشي مجهول تعبر عنه برموذ رموذ هاد هو حرف من احرق اللغة الانجليزية طب متى شو يعني حدود جرية اولا الحدود الجرية هي عباية عن اول اشي ممكن تكون ثابت اول اشي ممكن تكون ثابت والثوابت شو يعني شو الثوابت الثوابت هي عباية عن القم صح ثابت يهو لقم طب اول اشي اولا ممكن تكون ثوابت والثوابت هي شو الغام اي رقم بيخطر على بالك ثابت نقوله الثابت ليه ثابت لانه قيمة لدقم ماش تتغير لما اقولك خمسة مثلا الخمسة ثابتة مش هتتغير طب السالب تسعة برضه التسعة او السالب تسعة ثابت كن مش هتتغير قيمتها اذا اول نوع من انواع الحدود الجبرية هو الثوابت الثوابت هي عبارة عن ايش ارقام ممكن تكون موجب ثالث قصود اي نوع من انواع الارقام ياخد معها اشنا طب ثانيا شو ممكن تكون الحدود الجبرية اللي هي المتغيرات او المجاهيد تمام؟ المتغيرات هي عبارة عن خروف اللغة الانجليزية مثل ات وان زي اي حد من احرف اللغة العربية زي ما كنا السنى الماضي يعمل لك اي حد من احرف اللغة العربية السنة انجليزية عفو السمه انجليش و السمه المالي كان عاليه اي حاجة من احنا اللغة المجدية يعبر عن متغيران اشياء مجهولة انا ما باعي اصحى اذا الحدون الجبلية اما بتكون ارقام او بتكون متغيران طب توفعت الفالسة ثابتا ممكن تكون حاصل ضد ثابت دي متغير اذا شو ممكن تكون كمان الحدود الجبلية ممكن تكون ضد ما تيجمع بين الارقام والمتغيرات مثلا خمسة طالما فيش بينهم اشارة معناته ايش هاي هاي ضد مثلا ايه تسعة واي هذا برضو شو نسميه نسميه حد جبل اذا نحكي الان احنا متكين ان الحدود الجبلية هي عبارة عن اما ثوابت ارقام او متغيرات او حاصل ضد ثابت بمتغير حاصل ضد ثابت بمتغير ثوابت او متغيرات او حاصل ضد ثابت بمتغير طي اللي بعدها شو ممكن يكون ثمان اللي بعدها هنا يقول او حاصل ضد ثابت بمتغيرات او حاصل ضد ثابت بمتغيرات وي قد ا ا حاصل ضرب متغيرات ببعض اذا الحدود الجبلية هي عبارة عن اما ثابت اقام او متغيرات او حاصل ضرب ثابت اذا حاصل ضرب ثابت او حاصل ضرب متغيرات لبعض ممكن ان احسいくين ثلاث ممكن احسين ضرب اه احسين ضرب احسين ون احساب طالما في منزفت هذا ماذا terrorism اسمه حد جبل حد جبل اذا هاي الشغلات شو اسمها حدود جبلية لما يجي يقولك شو الحد الجبلية بتقولك اما ثابت او متغيد او حاصل ضرب ثابت متغيد او حاصل ضرب متغيد متغيد طالما انه العملية ضرب يضل اسمه حد جبل طيب الحدود الجبلية تنقصل الى قسمين طبعا احنا حنبلش بعنوان الدرس واحد واحد اليوم حنافض الحدود الجبلية المرجح حنافض المقادرية ما حنشرحهم كلهم مرة واحدة معانو بالكتاب شريحهم مرة واحدة بس لا هلا الحد الجبري اللي عندي اياه انا ينقصل الى اثنين هلا الحد الجبري مثلا انا قلنا اثنين واي سمع اما في اشي اسمه معامل في اشي اسمه معامل في اشي اسمه قسم لم المعامل اذا شو القسم الرمضي هون والس شو المعامل سنين انا ما رجي احكي لك سنين والس شو معاملها تقول لي المعامل المعامل اثنين طب شو القسم الرمضي لي هو رموز القسم الرمضي لي هو رموز شو الرمض وي تمام طب لو كانت ثالث مثلا ثلاثة تي اجي اسألك شو المعامل تقول لي شوف المعامل هو الجقم مع اشارته الجقم مع اشارته هي ثالث ثلاثة البشارة دائما للجقم مش للحج تمام البشارة دائما للجقم طيب القسم الرمضي القسم الجمزي لي هو ايش الحج لي هو تي اذا اذا الان تعرفنا على الحدود الجبلية اللي هي الثابت او متغيرات حاصل ضر ثوابت متغيرات حاصل ضر متغيرات متغيرات بالتفئيل انه الحد الجبل ينقص لقسمين معامل والمعامل هو الرقم او الثابت باشارته الاشارة للرقم والقسم الجمزي هو مي هو الحد تمام القسم الجمزي هو الحد احسن بحرق خلق طيب هلأ السابع بدي انبه على مدور لروة مثلا لو قلت اكس تمام وقلت ثالث مثلا ثانث لحظة لو قلت اكس وثالث ااب اربعة هلأ بسألك هده حد جبلي وهده حد جبلي طيب لما نجي على اكس بسألك شو مو معاملها شو مو معامل اكس وشو القسم اليامتي وهون على البعض شو معامل؟ تمام؟ وشو نقسم؟ إذاً، لما أجي هون على X إذاً ما في لقم معناك المعامل واحد قدر معامل واحد ليش؟ بأنها هي واحد ضرب X ضلت X صح؟ إذا كان ما في لقم فالمعامل واحد طيب، القسم اللمزي شو؟ القسم اللمزي X لأنه أصلاً فيها، طيب نيجي للسالب أربعة السالب أربعة شو نعامل اللي هي السالب أربعة تمام؟ طيب، شو قسم اللمزي؟ في قسم رمزي؟ في رموز؟ هلأ، ممنوع تقولي صفر وممنوع تقولي واحد، أفضل ما في قسم رمزي، فشو بقوله؟ بقوله لا يوجد إذاً اللي بدي أوصله إنه ممكن يكون ما في قسم رمزي عاد، بس هل يمكن إنه يكون فيش معامل، دائماً في معامل حتى وإن لم يكن مكتوب، إذا مش مكتوب يعني واحد، لكنه قسم رمزي إذا مش مكتوب يعني ما فيش، تمام؟ ممنوع تكتب لي صفر، ليه؟ لأن الصفر خطيّن حد كل ياتي، تمام؟ هتطيّن حد كل ياتي، إذاً ما لثاني، المعامل دائماً موجود، لكنه قسم رمزي عادي إذا كان مش موجود، المعامل إذا مش مكتوب لقم، معناته واحد، لكن القسم رمزي إذا مش مكتوب حد، معناته مش موجود، ما في قسم رمزي، إذا أقلب هون عندك سالب أربعة، شو معاملها هي سالب أربعة؟ طيب شو القسم رمزي؟ بقوله ما فيش قسم رمزي لا يوجد، تمام؟ لكن لما أجي هون على الاكس، الاكس يسألك شو معاملها، ما بتقدر تقول لي فيش معامل، معاملها واحد، تمام؟ معاملها واحد، طيب شو قسم رمزي اللي هو الاكس؟ تمام؟ هاي الشغلة هوني كان لازم أنبّر عليها، طيب، نشوف أسئلة على موضوع أنه مثلاً، لو وجيت أقول لك عندك الحدود الجبرية الآتية، حدد الثابت اللي هو المعامل، وحدد شو؟ حدد القسم رمزي، بدي أميزي، الثوابت والأقصار رمزية، وأقول لك تمام؟ هو حد جبرية ولا مش حد جبرية؟ يلا، مثلاً، خمسة اكس، ثباتاش، ثباتاش، ثبات، ثمانية، ثبات اثنين، مص، وائن، ثباتاش، 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 ث هذا عبارة أيضا عن حد جبريل عندنا حاصل ضد الثابت متغيس طيب نيجي لاللي هون أول واحدة شو المعامل؟ المعامل اللي هو الثابت الرقم خمسة طيب شو القسم الجمزي؟ الجمز شو؟ شو الرموز بهاي؟ ما هي؟ اكثر طيب هون شو المعامل؟ سبعتاش طيب شو القسم الجمزي؟ أو شو رموز الرقم؟ طيب شو المعامل؟ نيجي؟ طيب هون؟ خيطا؟ شو المعامل؟ لا يوجد لا يوجد طيب المعامل قدى ثمانية فاصلة اثنين من غير قسم رموز طمام؟ هو حد ثابت من غير قسم رموز طمام؟ طيب اللي بعدها المعامل المص مص 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 طيب سابع انا بس كنت بدي او ادخلت بس على جو هذا الدرس الدرس لسا فيه اشياء ما ما دخلنا فيها بس انا رهني هاي اساسيات هاي الشغلات اساسية بهذا الدرس عشا نقدر يبني ونكمل عليه رح اوقف اليوم لهون المرة جاء احنا نكمل بالمقادير الجبلية ونشوف شو من اذا نعمل بهاي المقادير الجبلية خلص نكفيكم لهون